اهلا بكم اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون انها سترد على اسقاط ميليشيا الحوثي احدى مسياراتها واحتفاظها بحق الرد في المكان والزمان المناسبين وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينك خلال مؤتمر صحفي ان واشنطن تحتفظ بحق الرد في الوقت الذي تختاره مشيرة الى انها لن تستبقى اي رد قد يرغب وزير الدفاع او الرئيس في اتخاذه وكانت ميليشيا الحوثي قد اعلنت اسقاط طائرة امريكية مسيرة من دون طيار نهاية الاسبوع الماضي في البحر الاحمر من جهتها قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعترضت صاروخ ارض ارض اطلقه الحوثيون من اليمن وقالت هيئة البث الاسرائيلية ان الصاروخ على ما يبدو جاء من اليمن باتجاه مدينة ايلات على ساحل البحر الاحمر واعترضته بصاروخ اارو المخصص لاعتراض الصواريخ البلستية طويلة المدى خارج الغلاف الجوي وكانت ميليشيا الحوثي قد اعلنت استهداف اسرائيل بمسيرات وصواريخ البلستية متوعدة بتنفيذ عمليات اضافية كما هددت الميليشيا باستهداف اي سفينة اسرائيلية في البحر الاحمر كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتفاق مرتقب بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بوساطة سعودية واضاف المصدر ان هناك اتفاقا على مبادئ يتم الاعداد لها لتكون مدخلا لحوار بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية وقالت المصادر ان السعودية ستتكفل بدفع مرتبات جميع الاطراف لسنة واحدة واستناف تصدير النفط والغاز على ان تكون عائداتها لصالح الحكومة وفتح الطرق والموانئ والمطارات بما في ذلك طرق تعز وإتمام تبادل الاسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل هذا هو كانت السعودية قد استدعت اعضاء مجلس القيادة الرئاسي الى الرياض بالتزامن مع تحركات اقليمية لإعلان هدنة طويلة الامد تمهد للحل السياسي وانهاء الحرب في اليمن في سياق متصل بحث رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع المبعوث الامريكي لليمن تيم ليندر كينغ الخطوط العريضة للاتفاق المرتقب بين الحكومة وبين ميليشيا الحوثي برعاية سعودية وقالت وكالة الانباء الرسمية ان رشاد العليم وعيدروس الزبيدي وطارق صالح وعثمان مجلي ناقشوا مع ليندر كينغ تجديد الهدنة واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة واجدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل ودعم الجهود السعودية الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية في اليمن حسب تعبيره ضعت الامم المتحدة الى الافراج الفورية عن اربعة من موظفها محتجزين لدى ميليشيا الحوثي منذ عامين وضافت هيئات الامم المتحدة في بيان ان الميليشيا تواصل اعتقال اثنين من موظفي اليونيسكو ومكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في صنعاء دون اسباب ودون معلومات عن وضعهم منذ عامين واشارت الى ان الميليشيا وعدت مرارا باطلاق سراحهم وان استمرار هذا الوضع مقلق للغاية ويكشف عن اكتمال تجاهل سيادة القانون واضافت ان الاعتقالات غير المقبولة من قبل الحوثيين تعد بمثابة انتهاكات للامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الامم المتحدة بموجب القانون الدولي نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة